حياتنا صحة سريعة ومزدحمة ونشتكي جميعنا من قلة الوقت وتنظيمة مما يحتم الابتعاد على الأولاد وقلة التواصل معهم ويمكن بعض الأهل أوكلوا مهمة تربية الأولاد للمربية أو عاملة المنزل وهذا الأمر له انعكاسات كبيرة على الأولاد وصحتهم النفسية فما هي أهمية التواصل معهم؟ نناقش هذا الموضوع مع كنداء الكاتب مديرة التسويق في نادي الطفل يا تشال الله ويانا كنداء صباح الخير يساعد صباحك يساعد أوقاتكم شكراً على الاستضافة من القناة الطافية شكراً لتواجدت ويانا ونبدأ بالسؤال اللي طرحناه في المقدمة وهو شو أهمية التواصل مع الأطفال؟ تمام الأطفال دائماً بحاجة للتواصل والتواصل شي مهم كتير بالنسبة للأطفال بما أنك عم تتواصلي مع الأطفال فلازم تبهد الشي تتواصلي معهم من سن كتير قليل لحتى تبني هاي العلاقة الوثيقة بين الأطفال والأهل كل طفل كل حدا نحن بشر بحاجة التواصل بحاجة الحواسة تكون مع بعض البعض لحتى الإنسان يبني علاقة صحة نعم وطبعاً لازم يكون أيضاً التواصل إيجابي هل هناك مثلاً فترات معينة كميات معينة لازم يكون في توازن بين الأم والأب ما إلى آخر خبريني أكثر عن التواصل الإيجابي مع الأطفال بالضبط بما أنه نحن هلأ بعصر كتير ديجيتال وكل الأهالي مشغولة والوقت عم يمروا بسرعة كتير كبيرة فدائماً التواصل الإيجابي هو البناء يعني الولد مجرد أنه يكون صغير لحتى يكبر ويصير كبير لازم يكون فيه صداقة وفيه علاقة كتير قوية بين الأهل لحتى الأم والأب الولد بيبلش يسمع الأم من هو صغير وهو رضيع صوت الأم بيأسر بالطفل وصوت الأب كمان نفس الشيء وقت يجري بيحكي معه ويقوله بابا ويقول ماما كمان الولد بيمبسط وقت اللي بيسمع صوت الأهل فبنفس الطريقة كمان التأثير الإيجابي والعلاقة الإيجابية اللي بتكون مدروسة مع الأهل عن طريق عدم إنه نحن مثلاً ما نعاقب الولد بطريقة غير مباشرة نحكي معه بأسلوب يحبه نروح لمنطقة الطفل أكتر نكون معه بالمنطقة اللي هو بيحب يسمع فيها بأسلوبه بس بطريقتنا تحدثنا عن التواصل الإيجابي والآن سنتحدث عن التواصل السلبي ليس بالضرورة في بعض الأوقات كند أن يكون انعدام التواصل هو التواصل السلبي هناك مثلاً ممكن التواصل عن طريق المنصات الآيباد وما إلى آخره شو تأثيرات سلبية لهذا النوع من التواصل على الأطفال تأثيرات كثير كبيرة وبصراحة بهذا الزمن بلشت كثير تصير أكتر وأسرع وكل الأطفال بما أن الدراسة صارت على الإنترنت وكل شيء صار على الإنترنت صحيح نحكي أنا وإياه عن الأطفال وقاعدين منجتمع كلياتنا على الأكل مثلاً على طاولة الطعام من دون ما نكون حاطين الكترونيات نعطي لحالنا وقت كل يوم مثلاً لمدة 15 أو 20 أو نص ساعة أو ساعة باليوم يكون فيه وقت لعيلي أكتر لأسمع أبني أكتر لأنه أبني لحيكون عنده ثقة يحكي لي شغلات ما لحيحكي لحدة تاني نشوف كند في بعض الحالات اللي هو صحيح يطلبون من الأولاد أنهم يحطون الآيباد أو التلفون على يمب ولكن في نفس الوقت ما يعطوهم شيء بديل يعني نتواصل وياهم نلعب وياهم لا أنت إيلس وما يكون لك حس أو صوت وفي نفس الوقت لا تمسك الآيباد ومثل ما قلت حتى يمكن أنا أكون ميودة تلفون في هذه الحالة كيف ممكن التأثيرات على المدى الطويلة تكون على الطفل التأثيرات كثير كبيرة بصراحة نحنا كثير عم نسمع بقصص هلأ بما أني أنا من ويروق دا سبكترون كيتز جيم سنسوري بلاي اريا فنحنا دائما نشوف نحنا المكان الألعاب الحسي للأطفال اللي بيستقبل كل الأطفال للأوتوزم الـ ADHD كل الأطفال اللي عندهم مشاكل التأثيرات كبيرة بالوقت الحالي والأحصائيات عم تكتر لأنه الأهالي عم يتركوا الولد أكتر مع السكرين أنا بترك الولد مع السكرين لأنه أنا عم برتاح لأنه أنا بدي أعود على الواتساب لأنه أنا بدي أعود على الفيسبوك على الانستجرام أي شيء، أي وسيلة أو أي مكان للتواصل الاجتماعي لازم نكون مع أطفالنا أكتر نحرقهم ماما أنا اليوم حابة أطلع أركب على البسكليت اطلع معي ادعيي أنا بشكل مباشر الولد بيحب التحفيز دائما فليش ما نكون نحنا المبادرين للتحفيز وما نلقي لهم بس على الديجيتال لأنه نحنا اللي قدرانين نغير أكتر صحيح طبعاً مو بضرورة أن أي أهل ما يرومون أن مثلاً يقضون وقت ويأولادهم يكون عندهم تواصل سلبي يعني هذا الشي يعني أنهم أهل مو زينين أو تربيتهم سلبية ففي بعض الأوقات صدق أن يكون الأهل منهكين من الدوام في هذه الحالة يعطون المسؤولية لربة المنزل أو في هذه الحالة حتى لو ما عندهم ربة منزل شو الحل في حال أن الأهل منهكين تمام وضع خطة للأطفال شي كتير ملائم في كتير أماكن بتوفر لهم الأماكن اللي بيقضوا فيها وقت مفيد بيتعلموا وبيلعبوا وبيقضوا وقت حلو كتير مع بعضهم البعض ومع القروب اللي من نفس عمرهم الولد بحاجة ليكون محتك مع الولد اللي قد عمره ما نترك الولد بدون برنامج نحن بعاداتنا ومعروفين أن الأطفال بتحب أن تكون عندها برنامجها الخاص بيرتاح بطبعه للولد وقت اللي بيكون عنده برنامج أنا ماما بدي فيه الصباح بدي يكون عندي صباحة عندي كلاس عندي أي شيء نعم وبما أن تحدثنا عن اللعب واللعب الإيجابي والصحيح في تربية الأولاد نبدأ نشوف هذه الأمثلة اللي تطبقونها في نادي الطفل نشوف سواء شكرا موسيقى اشتركوا في القناة شكرا موسيقى شكرا موسيقى شكرا موسيقى شكرا موسيقى شكرا 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 على هذه الرسالة على هذه النصائح وموسيقى شكرا 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 شكرا